صباح الخير والسعادة في نهاية الأسبوع الكل بيستعد لقضاء بقى يعني كل ما يريد فكرة اللي انت بتخلي كل التزاماتك أو كل الحاجات اللي انت عايز تخلصها في الأسبوع وخاصة الحاجات الأسرية ويتقولها تعملها يوم الأجازة بتقطب عندك زي خطط كده حاطتها في أسبوعك علشان تعملها يوم الأجازة بتاعك اللي عنده مشوار معجله اللي عنده سفرية مع أصحابه اللي بيحب يقعد في البيت اللي مستني يوم الأجازة النهاردة علشان يعني يعمل فيه كل المشاوير دي ويمكن هو دا سؤالنا النهاردة اللي بنسأله بقى للناس شاركونا كده وعرفونا يعني ايه الخطة اللي انتوا حطينها ليوم الأجازة ويه مأجلين يعني الخطة دي من أول الأسبوع لنهاية الأسبوع عشان يبقى عطل وتقدر لانت تستفيد بأكبر كم ممكن من المشاوير والحاجات اللي انت محاططها بسنت هم انا عارف هتقوليه يا فين الأجازة بالضبط كده بس انا خليني اقول اليوم اللي انا ببقى ما عنديش فيه شغل يعني طبعا بيبقى جميل قوي لو صادف نوعي يبقى يوم الجمعة مثلا بحاول ان انا نام على قد مقدر لان انا طول احنا طول الأسبوع بنجري وطول الأسبوع عندنا حاجات ومش بس الشغل ببقى عندنا مشغل تانية في حياتنا وفي يومنا فبنحب ان احنا اليوم اللي انا عايبقى عندي فيه أجازة افضي فيه دماغي معاملش اي حاجة انام اصحب راحتي اشوف بقى ايه اللي علي متأخر اعمله بالراحة بشوف مهم جدا جدا للصحة النفسية لينا كلنا ان احنا ندزل نفسنا وقت ومساحة من التفكير من المسئوليات للأسف الحياة بتضغط عليك جامد قوي طول اليوم انت طول اليوم عايش في ستراس عايش في انا عايز اعمل دف شغلية عايز احقق دف حياتي اللي عنده أولاد بقى الولاد عندهم طلبات البيت عنده طلبات فانت طول فترة الأسبوع في ستراس دايم ويعني بيقولوا عليه كده ايه من ضغط لضغط معين فانت بتبقى عايز لما يبقى عندك يوم اجازة بتريح دماغك سوى بقى عندك اولاد او ما عندكش اولاد او حتى لوحدك او في المدرسة او في الجامعة اليوم اللي انت فيه صاحي من نوم من غير اي مشاكل وما عندكش الالارم ما بيرنش ما عندكش حاجة انك تروح الصبح تعمل حاجة معينة بتسحب راحتك انا بحب اصحب راحتي اشرف كوب بيت القهوة بتاعتي او اين كان المشروب الصباحي بتاعي واقعد كده اتأمل في السقف بجد ولا اعمل اي حاجة ولا افكر في اي حاجة ابتدي بعدها افكر بقى اشوف ايه الحاجة اللي انا كنت عايزة اعملها ومأجليها مثلا هل انا كنت عايزة اقرأ مقال معين اقرأ برحتي بمزاج من غير ما بقى مستعجلة عشان افهمه هل انا كنت عايزة اقوم اعمل حاجة معينة في البيت هل انا كنت عايزة اروح الجيم هل انا كنت عايزة اساعد حد من اصحابي او اهلي في حاجة كانوا محتاجينها فيه مشوار متأخر علي ابتدي بقى اشوف طبعا وانا كنت ابقى محددة يعني قبلها اللي انا محتاجة اعمله ولما خلاص ابتدي اصفي ذهني وابتدي استعد نفسيا بعمل ده بالراحة جدا ارجع البيت براحتي شوف بقى لو فيه اكلة معينة كنت مأجليها كده حلو وعايز اعملها فكل الحاجات دي بتبقى حلوة قوي انها تتنفس ديوم الاجازة مع ان اليوم ده من كتر ما هو حلو بيعدي بسرعة جدا جدا اتخيرت يا بس انت اه صح اتخيرت الجواز غيارك بقيت 6 بيت مصرية اصيلة شفت بقى اكلة اعملها مسؤولية فكرة المسؤولية وفكرة اللي انتي التزاماتك واولوياتك ويمكن ده اللي كنت بتكلم فيه مع زميلتنا من الشراء وفي حلقة من الحلائات فكرة اللي انتي كل زمن وليه ادانه زي ما بيتقال فكرة ان انا النهاردة عندي التزامات علشان انا اصبحت مثلا خاطب لانا النهاردة عندي التزامات علشان عندي في الفترة دي او في الوقت ده حد من افراد قصورتي محتاجة اللي هو يروح للدكتور فكل مرحلة بتختلف كل مرحلة سنية اصلا فكرة النضج فيها بيختلف انا لو هتكلم هعمل ايه في نهاية انت كمان دخلت في مرحلة جديدة في حياتك مختلفة تماما انت من حد كنت مهتمة قوي قوي طول الوقت بس بالشغل لحد دلوقتي عندك مسؤولية تانية ضغفت على لستة مسؤولياتك وهي الجواز فحكيلي في يوم الاجازة بتعمل ايه وبتصفي زينك ازاي كمان انا اقول لك على حاجة انا بالنسبة لي يمكن اولوياتي ويوم الاجازة تحديدة ما اعمل فيه لانا يوم الاجازة هو يمرحة لان انا كل المشاوير بتاعتي اللي بعملها هي مرتبطة بلازم يكون في وقت مصالح حكومية يعني وقت اللي انا لازم يكون مثلا رايح مشوار لتأمنات لما اي مكان المشوار او ايه اللي انا هعمله بس هو مرتبط بموعيد عمل محددة لازم اللي انا روحها حتى اضعاف لو انت رايحة بنك فكلها لازم عندك موعيد عمل لازم انت تروحي فيها ففكرة يوم الاجازة بالنسبة لي هو اصبح الحمد لله يوم مقدس شوية يعني انا خلاص هنخلص النهاردة برنامج الساعة عشر براوح لمساعتين اصحى قبل صلاة الجمع اصلي الجمع وبعد كده بيبقى يوم اسري بامتياز بالنسبة لي حتى كمان يعني هو يوم العيلة يعني لكن خليني بس اقولك ان انا يوم الاجازة النهاردة هيكون عندي مختلف حامل زي ما انت مقولتي اللي انا محتاج اناب لان انا كنت على مدار ثلاثة ياما لسه راجع من شرم الشيخ مبارح بالليل كنت على مدار ثلاثة يام في تغطية او في تقديم مؤتمر مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية لدعم الفئة الاولى بالرعاية تحت طبعا يعني رعاية دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وخلينا هنا اتكلم انا ليه بقول كده لان انا شفت شرم الشيخ في شكل مختلف تماما يمكن انا ما روحت اتشوفت شرم الشيخ في كوبوة لما زي تحولت لمدينة خضراء لكن انا مش النهاردة هتكلم على فكرة تحول شرم الشيخ لمدينة خضراء انا النهاردة هتكلم على فكرة عودة السياحة لشرم الشيخ لان المنظر في شرم الشيخ حاجة مبهجة حاجة في غاية الروعة والجمال فكرة اللي انت السياحة بكل انواع النهاردة ما بتعتمدش على نوع واحد من السياح اللي موجودين لا في حالة من حالات التفاؤل والبهجة اللي موجودة هناك سوه سكوير يا بس أنت انزلي سوه سكوير يعني أنا نزلت أول مبارح تقريباً بليل سوه سكوير المكان زحمة جداً جداً كاني ماشي في العتبة اللهم لا حسد فكرة عودة السياحة والناس هناك مبسوطة العمالة حتى هناك في الفنادق بتستقبلك بشكل بشوش هم مبسوطين وده يمكن فكرة حلوة لو احنا بنتكلم على أيام الاجهزات والناس اللي عايز يخد لو أي حد عايز يخد اجهزة ويامل حاجة مختلفة فشار مشي اطلق شوفوا بلدكم لو انت عندك جمعة وسبت ممكن تاخد خميس جمعة سبت واطلق الثلاثة أيام شوف حاجة من الحاجات اللي موجودة في بلدك يمكن الناس بتقولك أصلاً دلوقتي أصبح التكاليف السفر خارج مصر مكلفة وهتكبد يعني مشاقة اللي أنا ما تطلعش برا والله عندنا حاجات جوة أحلى من برا بكتير بس احنا ما بنعرفش نسوقها النفسنا حقيقة هي دي المشكلة فيمكن ده اللي أنا يعني هعمله في يوم الاجهزة سواء أنا أو زملت العزيزة بسانت الحسيني ومحتاجين نعرف من حضراتكم انت مستني يوم الاجهزة النهاردة علشان تعمل فيه هو ده سؤالنا اللي موجود على صفحاتنا على الفيسبوك ومنتظرين إجاباتكم عليها علشان نستعرضها في حلقة النهاردة من صباح الخير يا مصر صباح الخير على حضرتكم صباح الخير يا مصر